مجلس النواب مجلس الموافق عليه وإحالته للحكومة الموقرة كما وفق على الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وقرر المجلس الموافق عليه بصيغته المعدلة وإحالته للحكومة الموقرة إلى ذلك ناقش المجلس في ذات الجلسة خمسة اقتراحات برغبة أبرزها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية والاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة معصلات مجانية لكبار السن من قبل وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم والاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموعة دخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القصد الشهري وقرر المجلس الموافقة على هذه الاقتراحات برغبة وإحالتها للحكومة الموقرة اليوم ناقشنا في المجلس الاقتراح بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة للتسوية المنازعات هذا التعديل الأقرى اليوم المجلس بناء على التقرير المرفوع من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يهدف إلى تسهيل شروط القيد والتجديد في جدول الوساطة وتوسيع نطاق الوساطة كحل بديل إلى الفصل في المنازعات وتسوية المنازعات القضائية تمت مناقشة عدة مواضيع خلال عقد الجلسة العودية السادسة التي تم عاقرها اليوم على عدة مواضيع بداية ناقشنا الاقتراح بقانون للوساطة لتسوية المنازعات وكذلك الاقتراح بقانون لضمان الاجتماعي والذي يتضمن تحقيق الاستفادة الأكبر من المساعدات المقدمة المستحقي الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الاشتراط أن يكون القريب المقدر الملزوم بالانفاق على المستحق للمساعدة الاجتماعية لغير المتزوج ترجمة نانسي قنقر